سلام عليكم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال في ذلي لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم والفتاحية أهديها لكم ما أحلى رأيكم ضورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم والفتاحية أهديها لكم شكرا شكرا والله عم يزيد كان متشوق أنه يتلقى معكم بالرغم بالرغم من تأخر طائرة لأسباب مناخية سوء الجو ولكن عملنا مجهودنا باش نتلقوا معكم لأنه كنا عارفين أنكم كذلك متشوقين أنكم تتلقوا معم يزيد إذن عم يزيد فرحان بزاف لهم معكم اليوم وتغنوا كامل معايا ولكن قبل أن نذهب لأغاني حبيت نختبر المعلومات لكم ما يقول لي يا أطفال ونحن في هذا الموسم الجميل هذا وقتاش وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية ما يقول لي يعرفون نبولها شوف الأطفال شوف الأطفال شوف الشطرة هذه واسمك بنتي سيرين شحل في عمرك شحل في عمرك شحل هكذا شحل خمس سنين خمس سنين والشطرة هكذا أعطونا تصفيق عليها أعطونا تصفيق عليها الله يبارك وقتاش بنتي اليوم العالمي الحماية المدنية وقتاش نسيته شوف الشطرة اللي قدامها واسمك بنتي نهلة نهلة واسمك نهلة الله يبارك شحل في عمرك تسع سنين تسع الله يبارك وقتاش اليوم العالمي الحماية المدنية 14 مارس لا لا هذا اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة شكل يعرف شوف الشطرة هذه واسمك بنتي واسمك 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 سيرين الله يبارك شحل في عمرك سيرين 11 سنة 11 سنة الله يبارك وش هو الجواب 24 مارس لا 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 24 مارس شكل يعرف شوف منها شوف لنا شوف شوف الشاطر هذا واسمك واسمك عبدالإله عبدالإله بن جلول بن جلول عبدالإله لا 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 اليوم العالمي للحماية المدنية شكون شوف الشاطر هذا قمنا بدي في عمرك اوكرا سيرين يفهم 느وا اسمك واسمك اذا هو عبدالإرحمن واسمك الله يبارك وش هو الجلاب وكيف تجرب لا 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 assassي و اسمك بنتي. مروى. مروى. ماذا في أمريك؟ 1 عام سناء. فرحنا لك هنا. فرحنا لديها أمو يزيد. أمو يزيد أسعد 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 وقت اليوم العالمي يحمي مدينة واحد مارس واحد مارس برافو تعالي 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 بنتي تعالي 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 شطرة الله يبقى. ما حاجبتي المعدل. إستاش. واو استاش تفق عليها تفق عليها تفق عليها. تفق عليها عودة تذكرهم بأسمك. ملك مروى خيش. أسمك طويل عودة أن أسمك غير بشوية أسمك طويل. ملك مروى خيش. الله يبارك. تحبي نعيد لكم ملك أم مروى؟ مروى. مروى. سحنت يا ملاك بنتي خلينا نعيد لك ملاك. الله يبارك ربي يستركم إن شاء الله هو ربي يحفظنا ولدنا ويكبروا على الدين والطاعة إن شاء الله يا ربي إذا مروة أعطي الهدية تاحا حنا نحب الأطفال الشاطرين رمي راعي برنامج عمو يزيد وراعي هذا الحفل يهديك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها بنتي إن شاء الله الله خليك تفضلي بنتي تفضلي شكرا 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 يا أطفال حبيت اليوم معكم نديروا التفاتة بسيطة للناس اللي ما عندهمش مأوى على بركم باللي كين على غرار على غرار الناس الفقراء اللي ما عندهمش بيوت وكامل يسكنوا في بيوت قصديرية يسكنوا كين ناس لا غالب وكين كذلك ناس في العالم مشردين لاجئين عبركم الحروب لذا إحنا دائما دائما نطلبوا الهناء الهناء مهم جدا لأن الحروب كما تشوفوا في العالم وكامل تخلق أطفال مشردين أطفال بدون مأوى عمو يزيد للكم أغنية نقول فيها بيتي بيتي تغنوها كامل معايا وهذه التفاتة للأطفال اللي ما عندهمش مأوى ربي إن شاء الله يشوف فيهم يا أخي يلا إذن بيتي كامل لا بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في ثناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري يجري في صرح يلعب كم يهوى كل الجزاري بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في ثناء البيت دجاجة خلفها كتكوت يجري بيتي 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 أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي 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 أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في بيتنا توجد شجرة فوقها عصفور جائع يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع بيتي 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 أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي 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 أحلى بيت فيه ولدت وتربيت موسيقى في زناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة وحمام صوته أحلى جاء إلى وشه ليلا في زناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة وحمام صوته أحلى جاء إلى وشه ليلا بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت شكرا 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 يا أطفال من منا ما عندوش الحنين للبيت الذي ولد فيه وترعى فيه الذكريات دائما الإنسان عنده ذكريات عنده حنين حنين خاصة للطفولة يا أخي الأولياء للطفولة عندكم حنين لعنده حنين للطفولة الفديد الأولياء مفضلكم 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 حنين للطفولة الطفولة البراءة الطفولة الانسوسيانس يعني ما عندناش على ما نخمو كي يكونوا صغار والدنا يخمو علينا يا أخي أطفال بابا شريلي هذي بابا حبيت هذي ماما حبيت هذي ماما حبيتنا كل هذي يا أخي ولكن ما يجب أن نفعله على الأولياء الذين يفكروا فينا طاعة الوالدين يا أخي مهم جدا يا أحبائي أنا حبيت اليوم نتناول معكم موضوع آخر هذا الموضوع على بلكم يا أحبائي في المجتمع في المجتمع كين دي بارتيك كين أشياء نقوم بها كل يوم هذي الأشياء وكن ما تكونش ما تكونش رديكة لقوانين معاملاتية تكون فوضى في المجتمع وش هو أول أول مبدأ في المجتمع هو الاحترام احترام الغير احترام بعضنا بعض مهم جدا 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 إذا يا أحبائي لازم نحترموا بعضنا بعض عمو يزيد لكم أغنية نغني فيها على الفعل الحضاري لسيفيزم وش هو الفعل الحضاري هو أنك تعامل للناس كما تريد أنهم هما يعملوك مثلا تحب الإنسان يكون لطيف معك لازم أنت تكون لطيف مع الناس تحب الإنسان يحترمك لازم أنت تحترموا هذه معادلة واضحة يا أحبائي في المجتمع كلش متبادل تبادل الاحترام يا أخي أي حاجة تفتقدها في المجتمع عرف باللي أنت سبب فيها علش لأنك أنت اللول اللي لازم تبدأ بهذا الشيء إذن ينتظر منكم أنكم تكونوا مواطنين صلحين وهذا بالفعل الحضاري الفعل الحضاري أنك لا ترميش مثلا تمشي في الطريق هكذا وتشوف في الأرض هكذا مثلا الكوارت أو أي حاجة هكذا مرمية يجب أن تدير في بالك إذا كان أنت وانت وانت وأنا ما نرميش لا سنصيبوا هذا كل سخف الأرض يا أخي يا أحبائي لازم نعتني بالطبيعة ولازم يكون عندنا تصرف حضاري عمو يزيد لكم هذه الأغنيات على الفعل الحضاري تغنوا معاها كامل تفلي إني أوسيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمال تنفع فالأخلاق هي العنوان لا تكسر شيئا أو تخلع أو تخلع أو تتعدى على حيوان لا تؤدي الحرثة والزرعة وتركه ينمو بأمان وتركه ينمو بأمان تفلي أوسيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمال تنفع فالأخلاق هي العنوان احذر من تلويت الماء ليصلح للشرب ولا غسل واستعمل دوما إناء ولا تكن طفلا مهمل ولا تكن طفلا مهمل احذر من تلويت الماء ليصلح للشرب ولا غسل واستعمل دوما إناء ولا تكن طفلا مهمل ولا تكن طفلا مهمل تفلي أوسيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمال تنفع فالأخلاق هي العنوان موسيقى النفاية لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات تمسكها حتى ترميها في سلات المهملات في سلات المهملات النفاية لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات تمسكها حتى ترميها في سلات المهملات في سلات المهملات في سلات المهملات قفلي أوسيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمال تنفع فالأخلاق هي العنوان برافو 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 احذر من تلويث الماء ليسلح للغسل والشرب وستعمل دوما إناء ولا تكون طفلا مهمل برافو احفظ الأغنية إذن يا أحبائي كما يقول عمو يزيد في الأغنية الأخلاق هي العنوان لازم تكون طفل متخلق لازم على باركم في المجتمع تعنا الناس شكون يحبوا الطفل الخلوق ولا الطفل اللي ما عندوش أخلاق شكون اللي يقول الطفل الخلوق يرفد يدو هالطفل أولياء شاركوا معنا الناس تحب الطفل الخلوق اللي عندو أخلاق أولياء اللي عندو أخلاق أولياء أولياء برافو برافو إذن يا أحبائي المجتمع والأولياء والعائلة والمدرسة ينتظروا منكم أنكم تكون عندكم أخلاق عالية يا أحبائي الإنسان في المجتمع الإنسان بالمرات على باركم أربي سبحانه كي يقول ذكر فإنما الذكرة تنفع المؤمنين صدق الله العظيم ما هيش هكذا برك لأن الإنسان محتاج محتاج الناس توجهه محتاج الناس تفكره إنتو متاني يا أحبائي لازم تأخذوا الراي تعال والديكم تعال المعلمين والناس اللي يحبوكم لأنهم يحبو لكم الخير الإنسان محتاج توجيه في المجتمع وإحنا اليوم رأنا هنا باش نتكلموا على هذه القيم باش تخلي المجتمع تعنا يعيش مرتاح كان شيء مهم جدا عم ويزيد يحب فعل الخير إنتو متاني تحبوا فعل الخير تحبوا فعل الخير الخير مهم جدا يا أحبائي ما لازمش الإنسان يبات شبعان ويرقد وجاره جوعان مهم جدا حقيقة الإنسان بالمرة ينسى ولكن لازم نفكر في المحتاجين وأما السائلة وأما السائلة أما السائلة فلا تنهر من أي صورة وأي آية رقم الآية كذلك رقم الآية سهل أصعب من الأول اسم الصورة ورقم الآية بلبل رقم الآية رقم الآية اسمك ولدي دراجي اسم لقبك اسمي اسمك واللقب بوزيد 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 دراجي الله يبارك شاطر في الدراسة من أي صورة هذه الآية سورة ألم الشرح الشرح لا 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 لاHHH رقم الآية يوم إثنى عشرة سنة سنة عمرية نشر شهر شاطرة في الدراسة نعم أوكي من أي صورة هذه الآية صورة الضحى صورة الضحى برافو 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 رقم الآية أعشرة لا 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 تعالي تعالي أروح أروح تعالي تعالي أنا والله على بالي يكون الهدية لأنه عندنا هدية وحده برك وهي جوبة لأسم الصورة وحده خير جوبة لأسم الآية وعلى باللحة تزعف تزعفي كما عطوك الهدية لا 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 ما تزعفي إيش الله يبارك متسامحة شكو لي قال صورة الضحى معليش جوبنا رقم الآية 七 سنوات؟ لا لا قالت لي أحد عشرة قلت لها لا ما حالا؟ نعطيك الجواب لا 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 معلا اشترك برافو نمتع هدية بالص حلو diversity نتعرفها عليك واسمك ولادي حساب كيف حيل في عمرك؟ تسعة في عامك تسعة سنوات تسع أيام سنوات ولا أشهر سنوات الله يبارك شاطر في الدراسة الله يبارك فضل وليدي مرحبا بك أو قلها قلنا الآية الضحاء ورقم الآية تسعة برافو برافو فضل فضل وليدي يلا معليش شاطر قادي 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 معايا أعطي لي الهدية تحا بنتي شاطرة ماذا جمتين معدل سبعة سبعة لعشرة الله يبارك سبعة لعشرة تسفق عليها تسفق عليها بين الشاطرة إذا بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحف يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها شكرا العفو بنتي العفو تفضلي تفضلي إذا يا أحبائي أما السائلة فلا تنهر وأما اليتيمة فلا تقهر بالمرات في الخير في الصدقة حتى إذ أخذت بسائل وما عندكش باش تتصدق فابتسامة تكفي يا قياد فال ما لازمش نهر السائل شيء مهم جدا مجتمع تعنا محتاج لهذه القيم التي تربينا عليها وربونا عليها جدودنا عمو يزيد دالكم أغنية نقول فيها لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس يلا تغنوا كامل معايا لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا عيش لغيري طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا عيش لغيري لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتاسم لا هو لا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتاسم لا هو لا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالابتسامة صدقة يا أحبائي القيم مهمة جداً في المجتمع ما لازمش نتقلقه ما لازمش نزعفه الإنسان يكون متسامح يا أحبائي ما لازمش نتقلق معدل أكثر من تسعة إلى عشرة ما كانت أنا أعرف أن أطفال تقرأوا مليح ما لازمش نتقلق معدل أكثر من تسعة ما لازمش نتقلق معدل أكثر من ستاش على عشرين ستاش على عشرين أوكي على بلكم علاش تعموا يزيد سقساكم شكولي جاب معدل المليح لأنه الأولياء أكدوا لي على هدي الأولياء أجمل هادية تقدر أن تقدمها لوالديك هي النجاح في الدراسة الأولياء يا أخي إلا رأكم موافقين معي رفضوا يديكم الأولياء أجمل هادية تقدر أن تقدمها لوالديك هي النجاح في الدراسة الله يبارك يا أحبائي أجمل هادية هي المثابرة في الدراسة عمو يزيد لكم أغنيان قول فيها اتنين في الصف اتنين والشاطر يرفع إيدو كي يقول الشاطر يرفع إيدو كي ترفضوا يدكم هنا لازم تقعدوا الشاطر يرفع إيدو وعشرين على عشرين والناجح هذا عيدو إذن الشاطر يرفع إيدو كامل تغنوا معي يتنين في الصف اتنين والشاطر يرفع إيدو عشرين على عشرين والناجح هذا عيدو يلا معايا اتنين في الصف اتنين والشاطر يرفع إيدو عشرين على عشرين والناجح هذا عيدو نين في الصف اتنين والشاطر يرفع إيدو عشرين على عشرين والناجح هذا عيدو والناجح هذا عيدو سيد أول سؤال والعزل من يريده أنتم للغفر جال يشمو الوطن قيده سيد أول سؤال والعزل من يريده أنتم للغفر جال يشمو الوطن قيده عجلين على عجلين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عجلين على عجلين والنجاح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عجلين على عجلين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده أثنين على عجلين على من يريده يكرم ولا يوهان الطالب في تمجيده في هات اليوم يبان العلم ومن يجيده يكرم ولا يوهان الطالب في تمجيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده ننفي الصف بثنين والشاطر يرفع قيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع قيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع قيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع قيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده شكراً ألف شكر زيدوا فأكتر زيدوا الحمد لله أكبر والخير في تحليل شكراً ألف شكر زيدوا فأكتر زيدوا الحمد لله أكبر والخير في تحميله عشرين على عشرين والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين و النجح هذا عينه ننفي الصف اثنين و الشاطر يرفع قيده عشرين على عشرين و النجح هذا عينه عم يزيد عن هذه الحفلة وتمنى أن يعود لنا مرة ثانية شكرا على هذه الحفلة الجميل والرائع في هذه الأيام مع العطلة الرابعية عم يزيد وكانت الفرحة غامرة وحتى الجوب معنا كان مساعد لهذه الأمسية أو الصباحة ونشكر كل القائمين على هذه أو لإنجاح هذه الفكرة وأيضا إنجاح هذه الطغرة أحبك يا عم يزيد السلام عليكم ورحمة الله نشكر عم يزيد على هذه الحفلة المتوادعة لأبنائنا إن شاء الله تكون فرص أخرى إن شاء الله وما كنا أوسع من هذا والسلام عليكم أحبك عم يزيد كل عام تبغير جيت مع ماما وأختي وعزبني الحال ونشكركم لأنكم بيتوا دعوتنا العم يزيد ونشكركم